خطة أمنية ناجحة بجميع محاورها استطاعت تأمين دخول ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة خلال أدائهم مراسم زيارة الأربعين دون أي خرق يذكر حسب تأكيدات قيادة العمليات المشتركة التي بيّنت نجاح القوات الأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحج الشعبي تطبيق خطة أمنية محكمة على مدار أيام الزيارة الخطة الأمنية إلى حد هذه اللحظة حققت أهدافها من خلال أولا المحافظة على طرق اللي يسلكها الزائرين وسهولة تنقلهم أيضا هناك عمل كبير تقوم بالأجهزة الأمنية والاستخبارية من أجل منع حدوث أي حالة أو خرق أمني نستطيع أن نقول أن هذه الجهود اللي بذلت منذ أكثر من شهرين من خلال القوات التي توفرت من خلال الجهد الاستخباري من خلال قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وعدد الساعات الاستطلاع والدوريات الليلية والنهارية والعمل المستمر أثمر عن إتمام هذه الزيارة وزارة الداخلية استنفرت جميع قواتها وأجهزتها الاستخبارية لحماية طرق الزائرين في المدن المقدسة في بغداد وسامراء والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة بعد نشر قطعات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع والتي نفذت عمليات نوعية سبقت موعد زيارة الأربعين سخرت وزارة الداخلية كل تشكيلاتها الأمنية في خدمة وإنجاح هذه الزيارة المليونية الأربعينية من كل الوكالات وأيضا كانت هناك مقارات مسيطرة قام عليها فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية حيث استقرت فرقة الرد السريع في محافظة بابل وقامت بتنظيم الأمور الأمنية والتنسيق الأمني هناك وأيضا في ذات الوقت كان هناك تواجد لقائد الشرطة الاتحادية وقيادة الشرطة الاتحادية في محافظة النجف الأشرف هذا التنسيق عالي المستوى والإدارة الأمنية العليا لسيد وزير الداخلية أسهمت بشكل كبير جدا في إنجاح هذه الزيارة وقد أنهى الزائرون مراسم زيارة الأربعين وسط إجراءات احترازية وخطة أمنية واستخبارية أعدتها قيادة العمليات المشتركة أسهمت في عودة جميع الزائرين إلى مناطق سكنهم بكل أمن واستقرار من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر